السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا في كل مكان متابعة قناة مستر أحمد علي المصري يا رب تكونوا بخير وفي أساعة حال الخبر العاجل النهاردة هو خبر يخص طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي عام والصف الثاني الثانوي عام رسميا التعليم تقرر تطبيق نظام البوكلت بامتحانات الثانوية العامة للصفين الأول والثاني حضراتكم عارفين أن امتحان تلت سنوي بيبقى بنظام البوكلت يعني إيه نظام البوكلت بيبقى السؤال موجود وبالجاوب في نفس الكراسة تمام كده يا شباب فعايزين يعمموا هذا النظام على طلاب الصف الأول والثاني وجهت وزارة التربية والتعليم خطابا رسميا إلى المدريات التعليمية بأن يكون الامتحان الورقي للأسئلة المقالية والذي يمثل 15% من عدد الأسئلة للصفين الأول والثاني الثانوي العام على نفس بوكلت الثانوية العامة يعني الامتحانات اللي سيتمتحانها وراقيا طلاب الصف الأول الثانوي وطلاب الصف الثاني الثانوي في جزء ورقي 15% من عدد الأسئلة هيكون بنظام البوكلت يعني هتجاوب في نفس الكراسة بتاعة الأسئلة وقالت الوزارة تطبيق نظام البوكلت يعني أن تكون ورقة الأسئلة هي نفسها ورقة الإجابة على أن تحتوي ورقة الامتحان على ورقة بيضاء كمسودة للطالب تمام كده يا شباب؟ عشان يدربوا حضرتك على نظام ثالث سنوي اللي هو نظام البوكلت تمام كده يا شباب؟ ببسيتك قولها سنوي أنت بتمتحن على التابلت في 15% من عدد هذه الأسئلة بيبقى مقالي هتمتحنه إن شاء الله ورقيا بس بنظام البوكلت زي الثانوية العامة ده يا شباب من القرارات الأخيرة التي تخص وزارة التربية والتعليم بخصوص حبيبنا وطلابنا طلاب الصف الأول والثاني الثانوي العام ربنا وفعك يا شباب لا تنساش بقى لايك والشير ولو أول مرة حضرتك تشاهد فيها القناة شرفني بالاشتراك ونستاش أفعل الجرس عشان إن شاء الله يجي لك كل جديد وتشاهد الفيديو عشان غيرك يستفيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته